بما أننا كنا بنتكلم عن أمور خاصة بالفريق كابتن هاني خلينا نطلع برضو نشوف ماذا قال مجدي أفشا النائم مجدي أفشا محمد مجدي أفشا بعد تحقيقه هدف المباراة في الديئة 88 والقضية الثانية ممكن كانت موجودة النهاردة خلينا نطلع نشوف ماذا قال محمد مجدي أفشا لكل جمهور النادي الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مع كريم سعيد وإحمد سبت مستمرين معاك يا كابتن اسلام الشاطر ومع كل مشاهدين وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي يعني بالتأكيد فوز مهم جدا وزي ما بنقول كل على قلب رجل واحد إصرار وشخصية وتحضيرات الحياة مميزة جدا لعبة النادي الأهلي ما بتعفل عن نفسها تقدر تحقق أي شيء أنا معايا يعني واحد من أهم نجوم للنادي الأهلي عنده إخلاص كبير جدا وربنا بيوفقه أنا معايا يا محمد مجدي أفشا صاحب الهدف الرائع والمميز جدا ببارك لك يا أفشا لكل مجتهد نصيب يعني ربنا بيوفق الأمور بتكون بعيدة جدا بتأدي أداء مميز جدا مبروك لك النهاردة لسه ما حقناش حاجة لك انكلمني على الجيمة النهاردة دقايق بسيطة لكن توفير ربنا كان معاك مبروك لك يا أفشا حريبا يا كيمو طبعا الله يبارك فيك تحية طبعا الكابتن اسلام يعني أخوك كبير دايما بصراحة بيكلمنه دايما بيكلمه دايما في ظهري يعني بأوجه الورسالة دي من أمي عاك يا كيمو طبعا أول حاجة الحمد لله على المكسب انت عارف مكسب مهم يعني أولا جدا لما الفرق بتيجي كاس عالم كتير انت عارف ده طبيعي بتاع الأهلي لكن في الأول في الأخر لازم تقول الحمد لله فيه تعب لعبنا مطش من يومين لعبنا مطش تسعين ديالة كان صعب جدا ربنا وفقك النهاردة اللعبة بتلعب شوية ممكن يكون فيه ناس تعبانة طبعا الله يكون فعونهم اللعبة اللعبة المطشين كاملين زي ما انت قلت كده في الأوة في الأخر يعني أهم حاجة أنك تكسب وهم حاجة أنك ترون كويس انت ممكن في مطشات ما تبقاش كويس بس المهم انك تكسب انت عارف نادل أهلي بيلعب يعني من خمسين لسبعين مطش في السنة أو خمسة وستين مطش في السنة فلنك تلعب خمسة وستين بشكل كويس ده مستحيل ده مستحيل مستحيل أي حد بيعرف كرة أو بيتابع كرة أو مشجع كرة أو لعب كرة يفهم من كلامنا طبعا اللي مش فاهم كورة مش هيبقى فاهم ده عايزك النهاردة كويس بكرة كويس لكن ما بيحصلش طبعا في الحياة ان واحد يبقى دايما في احسن حالاته لكن زي ما قلت لك اهم حاجة النهاردة المكسب مباراة كبيرة وببارك اللعبة كلها والجماهير الناس اللي فتيجي تأذيرني هنا من المغرب الناس اللي بتسندنا على طول الحمدلله طبعا على المكسب ومبروك لكل الجماهير ويعني مش عايز اتطول عليك لكن تحياتي طبعا للجابتن اسلام وبشكره دايما عشان هو بصراحة دايما بيكلمنه دايما في ظهر يعني حب جمهور الحقيقة لشقاءنا المغربة وهتافهم لعبة النادي القالي وتحديدا قفشا بيمثلك ايه لان الحب ده مش موجود من فراغ ده بالجهد الكبير وبالإصرار الكبيرة قفشا والله كيما بص يعني كلمك في حاجة كويسة انت السؤال ده كويس برضو يعني يعني انا ما عنديش مشاكل مع حد ده أصلا خالص ولا برا الملعب ولا جوال الملعب وحتى لو حصل حاجة في القلب الملعب وقشت الملعب اللي ماتش خلص وخلاص فالدنيا بتقفله لكن برا الملعب الحمد للعلكت الكويسة بالنادي حتى لو في حد مش قريب مني جدا لكن ما فيش بينه وبينه اي مشكلة لأي حاجة الحاجة التانية الجمهوري يعني انا انا الجمهوري الاهلي من ساعة ما انا جيت النادي سواء في مصر او برا مصر انا دايما الناس دي بيتشجعني دايما الناس دي بيتناد عليا دايما الناس دي بيتشاورلي انا دايما بشاور لهم بقول لهم انتوا دايما بعمل ده انا مش بعمل ده عشان هميز انا بعمل ده عشان دي حقيقة انا الشخصيتي دي انا راجل فير لما بتكلم بقولي الحقيقة مش هقولي الحقيقة مش اتكلم خالد بس فالناس بتشجعني في كل مكان هل انا يبقى رضي فعل حاجة وحشة ديهم لا طبعا مستحيل كل حاجة اللي هي وقتها كل الكلام اللي وقته زي ما قلت قبل كده كل حاجة اللي هي وقتها لازم أنت تبقى عارف أنت بتعيش إزاي أنت بتتكلم إمتى أنت بتقول إمتى أنت بتلعب في نادي كبير واتلعبش في نادي صغير يعني كل حاجة محسوب عليك مهم جدا أنت بقى عارف إمتى تتكلم توقيت إمتى إمتى ترد أو إمتى تتكلم عن الناس سيبقى حتة الملعب انت كايكها بتثبت للملعب المدير الفن فقط المدير الفن فقط ما بتثبتش لحد تاني لأن أنت بتلعب في نادي كبير معناة كده أنك نجم كبير خليه أركي الكريم ركس كواز في الكلام اللي oblivلك عليه أنت بتلعب في نادي كبير فمعنا كده أنك نجم كبير النجم الكبير ما بتقيمش ما حدش يقيمه لأنه هو بلعب في نادي كبير فهيا ما أصدي بس لكن زي ما قلت لك جمهير كله على دماغي ببرك لهم النهاردة وبشكر كل واحد في ظهري أو بينتقدني أو الكلام ده كله والله ما بشوفش أصلا حاجة حتى لو شفت بخدها حاجة إيجابية بس لكن زي ما قلت لك أهم حاجة الفوز عندنا مطش كبير المطش الجاي فده أهم حاجة يعني ريال مدريد ماذا تمثل هذه المواجهة الأفشا والنادي الأهل لأن ده حلم كبير جدا ممكن مواجهة رسمية من سنين كتير جدا نادي الأهل مواجهش ريال مدريد حسب الحسبة دي زي شاف المبرزة حياة ومود فهم أنت زي ما قلت لك من شوية أنت نادي الأهلي هتلعب قدام أي حد على المكسب كل الاحترام لريال مدريد أنا بالنسبة لأعظم فريق في العالم ريال مدريد بالنسبة لأنا لكن ده ملعب وده مطش وده جورة وانت لازم تنزل عشان كده عشان لو نزلت عشان حاجة تانية بتفكر فيها مش هيحصل اللي انت عايزه فانت لازم تنزل عشان المكسب هي دي بترجع لشخصيتك بترجع لإسمك بترجع لشخصيت اللاعب اسم الأهلي وشعر الأهلي زي ما هو مش هيتغير يعني اللوجو بتاع النادي واسم الأهلي مش هيتغير شخصيتك انت كالعيب شخصيتك انت كفرقة شخصيتك انت كفرقة كل الكلام ده كله بيرجع لك انت زي ما قلت لك اسم الأهلي وشعر الأهلي مش هيتغير انت بالعكس اسم الأهلي وشعر الأهلي واتشارة الأهلي بيديك دفع قدام أي حد فانت لما تلعب مطش كبير لازم تعرف قبل اي حد انت هتلعب انك نادي الاهلي فانت بتلعب على المكسب بس حبيبة يا كيم والله يبارك فيك ومبسوط انه كنت معاك كل الشكر والتأدير الحقيقة للمحمد مجد أفشا صاحب العقل والوعي الكبير جدا تصريحات مهمة جدا الحقيقة كابتن اسلام تدل على القيمة الكبيرة جدا للعقلية لعابة النادي الاهلي ما بتسمع الكلام ده تعرف قلت لبسي فيها ايه تعرف لعابة النادي الاهلي شكر ازاي يا رب ان شاء الله باذن الله يوفق لعابة النادي الاهلي مش بعيد بالجدية الكبيرة والشخصية والروح المعتادة لعابة النادي الاهلي تكون مباراة مهمة جدا متوفيق ربنا لو معنا كل شيء يكون مع النادي الاهلي عود لكم الجديد ولكابتن اسلام الشاطر